اكد الفريق اول عبدالفتاح السيسي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي ان القضية العادلة التي تؤمن بها القوات المسلحة يجعلها تقف على ارض صلبة في مواجهة كفة المخاطر والتحديات للحفاظ على بقاء مصر امنة ومستقرة مهما كلفها ذلك من تضحيات واكد الفريق اول اسيسي ان محاولات التخريب والتدمير واستهداف الجيش والشرطة لن تنال من عزيمة واسرار وصلابة القوات المسلحة مؤكدا ان حماية الدولة ستبقى امانة في اعناقنا احنا كنا موجودين من يوم 28 في رفح وشخ زوائد والعرش وكان بيستهدف الجيش والشرطة لكن الجيش اللي كان قعد اكتر من 20-25 شهر ما يعملش اي عمل ضد حد كان قعد في اماكن في كماين ما بيقومش باي عمال تعرضية ضد حد وهم في اول موقف عملوه اللي هم الستاشر اللي تم قتلهم بدون اي مبرر وبالرغم من كده احنا ما عملناش عمل ضخم ابتدرينا ان نتعامل مع الموقف ده من بعد كده نتعامل مع الموقف في الشرق في سيناء بعد كده بعد صبر طويل مش بعد بعد صبر ومحاولات حل طويلة القوات بتتحرك مش عشان تقتل الناس القوات بتتحرك عشان تعمل عملية قبض وتفتيش الراجل المدني اللي مفيش ورا منه حاجة اهلا وسهلا من عزامله يعيش وسطينة الراجل اللي ورا منه حاجة القضاء ياخد معاه اجراءاته طب لو رفع السلاح لا اللي يرفع السلاح على الجيش لا بلا اي رحمة ولا تردد اي انسان يرفع السلاح على الجيش بلا اي رحمة ولا تردد انا عايز اقول لكم لازم نكون الكلام ده واضح بالنسبة لنا كلنا ليه البلد امانة في رأبتنا البلد امانة في رأبتنا الموضع واضحة جاء ذلك خلال وقائع الندوة التثقيفية السابعة التي نظمتها ادارة الشؤون المعنوية واشار الفريق اول اسيسي ان هناك العديد من الاجراءات التي تتم لتصحيح المسار الديمقراطي واقامة نظام يرضي جميع المصريين خريطة الطريق اللي هي بتدلل على ان احنا ملناش مطمع ملناش مطمع تحاجة لا احنا عايزين الناس يبقى فيه دستور على القل يبقى تتوافق عليه الناس عايزين برلمان يعبر عن المصريين بشكل او باخر وانتخابات الرئاسية جيب رئيس والبلد تبتدي تتحرك احنا فيه احوال ما يكون ان احنا كلنا كمصريين نبقى على قلب رجل واحد وانا هيسمحولي من خلالكم اقول انا بوجه ندائي للجميع لكل القوى السياسية للنخب للإعلاميين لكل انسان بيحب مصر لكل انسان خايف على بلده عايزين المصار السياسي اللي احنا بنتحركين فيه لخريطة الطريق يمشي بجلاء يمشي بجلاء يمشي بقوة يمشي من غير اختلاف وناقش الفريق اول السيسي رجال القوات المسلحة فيما يدور من احداث ومتغيرات وانعكاساتها على الساحتين المحلية والاقليمية وطالب القادة والضباط على كافة المستويات باليقظة الكاملة واتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لتأمين القوات بما يمكنهم من اداء كافة المهام والواجبات المكلفين بها لحماية الامن القومي المصري على كافة الاتجاهات ايه وعنت وهو تفتكر ان البلد اللي ربنا تجلى عليها ممكن ابدا حد يضيح ابدا خلي بالكم خلي بالكم اقعوا اقعوا تفتكروا ان ربنا سبحانه وتعالى ده كل شيء عنده بقدر بقدر بقى مصر اللي نور ربنا سبحانه وتعالى يتجلى على جزء من اراضيها حد يقدر يضيحها ده احنا بنقوله يا رب يعني يا رب اغني بلدنا يا رب اغني بلدنا يا رب اغني بلدنا عن اي حد امن وامان وسلام كل حد اللهم امين بدأت الندوة بعرض فيلم تسجيلي تضمن السيرة الذاتية للشهيد ابراهيم الرفاعي احد رموز الصاعقة المصرية وقائد المجموعة 39 قتال وقام الفريق اول عبدالفتاح السيسي بتكريم نجل الشهيد البطل ابراهيم الرفاعي والقى الاستاذ الدكتور علي جمعة مفت الديار المصرية السابق محاضرة بعنوان الامن والايمان اكد فيها ان الرسول الكريم قد ارسل عديد من القيم والمبادئ الانسانية ووضع قاعدة ثابتة وهي ان يكون الامن قبل الايمان حضر الندوة الفريق صدق صبحي رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قادة وضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة ترجمة نانسي قنقر